المتاجرة بالقضية أم استثمار القضية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شوف فلكن واضحين بيننا اختلافات كثيرة جدا هناك ثيارات هناك طوائف هناك أحزاب وهذا في العالم ككل ليس هذا فقط بين المسلمين ولكن الحاصل أن كثير من الناس عندما تكون هناك قضية معينة يكون هناك حدث معين كثير من الناس يستثمر هذا الحدث لنصرة قضيته لنصرة مذهبه لنصرة أقواله وهكذا ولكن كثير آخر يستخدم الحدث أو القضية للمتاجر بها هو يتاجر بها لمصلحة معينة أو لحزبه أو لكذا لكن هو يتاجر بتلك القضية ما معنى هذا؟ يعني مثلا الآن الحاصل في موضوع المعاركة في غزة نسأل الله عز وجلل أن ينصر إخواننا وأن يخذل عدوهم ومن نصرها فكثير الحدث الحاصل الغرب والشرق الكل يحاول أن يرى مصالحه فيما يحصل فتجد السياسيين في أمريكا ترامب من أول ما بدأت الموضوع وهو يحدثهم فيما كان هو يفعل سابقاً وما سيفعل لو كان هو الرئيس وكذلك يستغل الحدث لصالحه السياسيون في الغرب اليمينيين واليساريين في الغرب يفعلون هذا السياسيون في إسرائيل نفسها يستغلون هذا بحسب سواء كان تسجيل نقاط على نتنياهو أو الدفاع عنه بحسب انت معاه لضده وهكذا الكل يستغل هذا لمصلحته الروافض وإيران تحاول أن تسجل نقاط لكي تسجل لنفسها نقاط وهي في مازق الآن في هذا الحكومات العالم وهكذا هكذا الناس لكن المشكلة وين أو الذي يجب أن نفرق فيه هناك إنسان هناك قضية يحاول أن ينصرها بحسب مذهبه ورأيه وكذا وينصر قضيته ومذهبه يعني هو في قضية هي قضية مثلاً الآن نوضوع قضية فلسطين وغزة هي قضية موضوعية بذاتها نصرت إخواننا على عدوهم طيب هذه قضية لوحدها طيب فأنا ماذا أفعل أنصر إخواني ولكن أنا أيضاً أنصر مذهبي وقولي وفي هذا السياق فهذا هو استثمار القضية هذا هو استثمار القضية هذا في إشكال لا الإشكال وين بيحصل بيحصل عندما أنا أخذل عن القضية وأستخدمها لنصرتي لنصرتي مذهبي وقولي وكذا ولكن في التخذيل فيها هذا نوع من أنواع المتاجعة في القضية فأنا لا أنصر بل بالعكس أكون سبب في التخذيل وفي الهزيمة وفي الكذا فقط لنصرتي قولي ومذهبي وكذا تمام؟ هذا نوع من المتاجرة وهو أسوأ أنواع المتاجرة ولكن هناك نوع آخر من المتاجرة الذي قد لا يكون فيه تخذيل مباشر ولا يكون فيه أثر سلبي على المعركة نفسها على القضية لكن هي إزاحة القضية تماما وتحريفها فقط وتحريف ما لها علاقة فيه لنصرتي مذهبي وقولي وكذا وهذه متاجرة في القضية أين رأينا هذا؟ لا أريد أن نتكلم عن الغرب والشرق أريد أن نتكلم عن ما يحصل بين الإسلاميين والمسلمين وأريد أن آتي بأمثلة محترمة وأمثلة غير محترمة وأشياء ننتبه منها فأبدأ بالأمثلة المحترمة أول الأمثلة المحترمة هم المقاومون أنفسهم نسأل الله عز وجل أن يتمم عليه وأن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على من عداهم فهؤلاء وعلى رأسهم المشكلة أنا هذا الفيديو سأضعه على اليوتيوب فأنا مش عارف كيف أحكي بس يعني تجد أنهم عندهم قضية عندهم عقيدة عندهم عقيدة عقيدة التوحيد أولا لا إله إلا الله وعندهم قضية الإسلام أنتم تعرفون هناك فصائل مختلفة لكننا نتكلم عن الفصائل الأساسي قضية الإسلام هي القضية الأساسية فكرة الإسلام والحكم بما أنزل الله وفكرة الشريعة طبعا نختلف معهم في تفاصيل وأحيانا نختلف معهم في بعض الأصول لكن أنا أتكلم عن فكرة الإسلام هو الأساس والتربية ولذلك مع أنهم في خضم معركة وفي حرب ولكنهم فكرة التنشئة وتحفيظ القرآن والعلم الشرعي والعبادة أساس طيب فلما تأتي المعركة ماذا يفعلون؟ ينتصر للقضية نفسها وهي غزة وفلسطين وأيضا ينصرون منهجهم فيبينون يتكلمون بالكتاب والسنة ولذلك تجد سياسيهم يتكلمون بالأحاديث والآيات حتى عندما يخاطبون الإعلام العالمي وكذا يقول لك نحن النبي قال لنا كذا والله قال لنا كذا يخاطبون العالم ليس فقط في نصرة القضية نفسها القضية الموضوعية خلينا أسميها التي هي غزة وفلسطين لا بل حتى في الانتصار لمذهبهم ولمنهجهم بما يوافق القضية ولا يخالفها فهذا استثمار للقضية وليس متاجرة بها من هذا الوجه تمام؟ هي استثمار لها ولذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ يتكلم في الآيات الحديث لما يظهر الأفراد الموجودين يحمل المصحف ويسمي نفسه التسميهات الشرعية ويتكلموا بالكلام الشرعي وهكذا فهذا استثمار للقضية بل حتى تجد في بعض المناطق اللي هي هون مع المناطق الخلافة اللي لا أريد أن أدخل فيها بتفصيل لكن باختصار في بعض الأشياء يقول لك تمام كيف بدنا نوازن بين التحالف السياسي والعسكري مع الروافض وكذا وبدون أن نسهل من موضوع ويكون الأمر فيه مخالفا للعقيدة فيكون الكلام المجل الذي فيه تمام نشكر من يدعم القضية لكن ننتظر للمزيد ولكن عقيدتنا عقيدة أهل السنة وعروف طبعا مرة ثانية ليس معنى أني أنا أوافق على هذا بالمشكلة في تفاصيل هذا لكن هكذا ولو أرادوا المتاجرة أتدري بما يستطيعون المتاجرة اليوم؟ يستطيعون المتاجرة بعدة أمور منها إخوانهم الفلسطينيين الثانيين من طوائف من تيارات أخرى وأحزاب أخرى خاصة لما أشاركهم معهم دعني أحكي بشكل مباشر الذين خذلوا عنهم خذلوا عنهم وغدروا بهم مراراً والتكراراً طوال التاريخ ليس شيئاً جديداً بل حتى إخوانهم الذين كانوا معهم في مثل هذه العملية التي حصلت ترى أنا متأكد أنه كان هناك تجاء نحن نحسن نظام بإخواننا أنهم اتقوا الله قدر الإمكان وحاولوا أن يضبطوا أنفسهم في الضابط الشرعية لا تقتلوا طفلاً لا تقتلوا امرأةً لا تقتل شيغاً كذا ولكن إلا تحصل أخطاء كذا وترى لما يعرف هذا من أول نشأة حركة المقاومة الإسلامية وكان لما كانت تحصل عملياته كذا أحياناً يحصل أخطاء ولكن الأخطاء هي بيصير عليها محاكمات فكان إذا مثلاً قتل أحد خطأاً بسببهم هذا يؤد له الدية يؤد له الدية والشخص إذا أخذ قرار من عندي نفسه بدون قرار كذا هو اللي يحاسب فبيتم محاكمة الإنسان الغلطان وأنا أظن أن كثير من الأخطاء التي حصلت طبعاً لا أبرئ أنا أي طرف لكن أنا أعتقد أن كثير منها لم تحصل من منهم هم أنفسهم بل من إخوانهم من الجماعات الأخرى التي شاركتهم لأنني أظن أنهم هم أكثر 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 من ضباطاً مرة أخرى هذه على معلومات العامة الصحيحة ليس لدي علم سياسي عميق في الموضوع ومع ذلك هذا لا يجعلهم يخرجوا يتبرأ ويقولوا لا لا مش أحنا ليسوينه يكفي ناس تانين من اللي كانوا معاهم لا يسلم لا يسلم وأخاه في هذه المعركة فلا يتاجر في القضية لا يتاجر في القضية من هذا الوجه قد يكون هناك أوجه متاجرة أنا أريد أن أتكلم عن الأوجه العامة لذلك لا أريد أن أدخل التفاصيل وليس الآن موطن نقاش هذه التفاصيل التي قد لا يكون من الحكمة الكلام فيها الآن ولكن هذا مثال على استثمار القضية لقضية أيضاً أخرى فكرية أو عقدي وهذا ما يفعله المسلمون بشكل عام المسلمون الخاصة الإسلاميون بين قلسين في كلامهم عن موضوع القضية الفلسطينية وقضية غزة فالآن يتكلمون في العالم ليس فقط عن الانتصار لإخوانهم وإنما جاءت فرصة لنشر الإسلام وللكلام عن الدين وكيف سواء كان ضبط المقاتلين أنفسهم في موضوع الأحكام الجهاد وضبطها وكيف أنهم أتقوا الله سبحانه وتعالى وكيف أنه حتى الأسرة فهذا من وجهه ومن وجهه آخر حتى صبر الناس وكيف أن الدين كان عامل وقايا وما زال عامل وقايا مهم جداً لهم في تعاملهم مع الابتلاءات ومع ما يحصل معهم فكانت فرصة الاستثمار هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النوم نسى الله عز و الله أن يجرى إخواننا على صبرهم وعلى ما يتحصل من هذا الصبر من دروس للآخرين ومن دعوة إلى الإسلام فهذا استثمار للدعوة هذا استثمار للحدث وليس متاجرة فيه يأتي موقف مثل تمام هذا الموقف هذه الحرب مثلا في غزة الآن في قضية موضوع الشراكة والتحالف السياسي مع الرافضة مع حزب الله مع إيرام فهذا موقف استثمره لبيان الباطل الذي عليها رافض لك لا يغتر الناس بهم مع بيان الحكم الشاعي لموضوع التحالف السياسي وأنه ليس بالضرورة التحالف السياسي أو العسكري أو كذا معناه التماهي العقدي فهذا من وجه أنا أبين الحق وأستثمر المعركة الحاصلة في بيان حقه كذا ومن وجه آخر أنا أنصر إخواني لكي لا تكون هذه حجة للتخذيل لأن بعض الناس سيستثمرها حجة للتخذيل وهذا سنأتي فيه في المتاجرة في القضية لأنه في من الناس من يتخذ هذه الحجة يقول آه هؤلاء يتعاونون مع حزب الله أو يتعاونون مع الروافض لذلك لا ننصر إخواننا نقول لهم لا هناك فرق بين أن ننصر إخواننا وبين أن نبين باطل هؤلاء عادي يعني يعني ليس ليس الموضوع أبيض وأسود في هذا الأمر بل فيه قضايا تفصيلي هذا أبيض وأسود لكن مع مجموعها يعني الأمور ليست إما أو موقف آخر تأتي مثلا المصائب والابتلاءات والتعامل معها فيأتي هذا موقف أو يأتي هذا الحدث ويجعلنا نستثمر هذه الأحداث التي تحصل في موضوع فقه النفس والتسكية والتصبير والأمن النفسية والسكينة والأمور التي نتكلم فيها خلال سنوات بنتكلم عن علم النفس الإسلامي وليس عارف إيش تمام هذا وقت آن أوانه فإن لم يكن له مصداق فمتى ففي نصرة القضية فهذا استثمار للحدث الذي يحصل طيب كيف تكون المتاجرة المتاجرة عدة إشكال منها ما يفعله الرافض هم يتاجرون ويغنون وكذا ثم هم أصناء الباطل ويحرفون القضية ويحرفون القضية ولأنه عندهم يعني بالأخير عندهم عقيدتهم وعندهم مصالحهم السياسية فبالنسبة لهم قد تكون هي استثمار للحدث لكن بالنسبة لنا وليس فقط بالنسبة لنا هو في الحقيقة هي متاجرة ليش متاجرة لأنهم ليسوا هم مع المسلمين بل هم الذين قتلوا المسلمين في الشام وما زالوا يقتلونهم ولو مسكوا زمام الأمور لكانوهم حربا على الإسلام كما كانوا طوال عمرهم فهذا واضح جدا متاجرة لكن لي أن أعواطف الناس حليما القضية هذا متاجرة هذه متاجرة واضحة هذه متاجرة واضحة وأرح كيف المتاجرة هي ليست في نصرة القضية حقيقة بل في تشويه لها وتحريف لها من المتاجرة الواضحة التي بدأها بعض الناس التي هي تمام تجد مثلا وجدت ناس من هؤلاء اللي هم عندهم مشكلة مثلا مع الحركيين مع الحزبيين مع الإخوان المسلمين هؤلاء الذين لا يطيعون ولي الأمر ولا يستشيرون ولي الأمر يا ابن الناس أنت مركز معها أنت فاهم شو اللي بتسول فيه لأن إخوانك يقتلون يا سيدي أعتبرهم خوارج حقيقة يعني وخرجوا وخرجوا عن طاعة ولي الأمر ويجب أن يقاتلوا لكن الآن الآن هم في معركة مع عدو ظاهر ما له علاقة يعني هم حاليا لا يقاتلون أولي الأمر تبعك هم يقاتلون عدو ظاهر بل لا يقاتلون هو يقاتلهم حاليا يعني هو يقتلون إخوانك إخوانك إذا كنت مسلم يعني فأنت صاحب فهذا ليست فقط متاجرة هذا يعني متاجرة 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 واضحة في القضية الشيقلوب لكن هي متاجرة لأنه عنده مناكفة عزبية والذي تكلمت فيه أنا في موضوع المقاطعة أيضا المقاطعة فكل قضية تطلع من الموضوع الهجوم نفسه لازم يجيب موضوع وليه الأمر وطعته وليه أمر الذي يحصل على إخواننا هناك حتى بعضهم صالوا يجادل حتى في موضوع المساعدات المساعدات اللي بسموها مساعدات إنسانية وكيف تخاطبون الحكام بهذه الطريقة وما هو بهذه الطريقة أنت مركز لا حول ولا قوت لله في ناس يعني إذا لا تخاطبهم بالدين تخاطبهم بالرجول أنتوا شمال كنت طيب لكن متاجرة هي متاجرة هي متاجرة وبعض الناس طبعا بالعكس اللي هو عنده مشكلة مع الجماعة يعيشوا لأمر المعظم عنده مشكلة مع المداخل عنده مشكلة مع كذا فيبدأ آه فلان لم يقل كذا وأحيانا يلبسوا الناس ما لهم علاقة فقط هكذا لأن مناكفة هي متاجرة في القضية تحريف للقضية لماذا لم يحول صورة البروفيل تبعه لماذا لم يتكلم كل يوم في الموضوع لماذا لم يوقف دروسه الألمية ليتكلم يا ابن الناس ركز ما الذي تفعله أنت ما الذي تفعله أنت متاجرة في القضية هذه متاجرة متاجرة فيها شوية متاجرة فيها يعني تشتري فيها ثم بخس ها يعني فقط لأنه كي تنتصر أنت في سياقات محددة سياقات معينة خارج الموطن خارج الموطن في تحريف وفي تحريف للقضية هذا المتاجر المعنى المشكلة لو كان استثمار حقيقي اللي هو تبين أنه تعال أين أنت اللي هو مثلا في نقدك يعيش ولي الأمر المعظم ولا المداخل أو كذا في بعض انحرافاتهم في بيان تمام هذا أين أنت عن قضايا الأمة في هذه تقولون كذا ثم تقولون كذا هذا الانحراف المنهجي تبين ما عندي مشكلة في البيان لا أمنع هذا لا أمنع هذا ثم أنا لا أمنع حتى الطرف الأول لما قلنا أنه تمام عندك مشكلة مع موضوع الرواف تبين هذا لكن لما تطغى هذا اسم الفجور في الخصومة هذا الفجور في الخصومة وهو تطغى وهذا يكون في متاجعة في القضية وهو بدل ما يكون عندك تمام عادي الأمور واضحة تنصر إخوانك وتنصرهم بما تستطيعها بالكلمة باليد بكل شيء بالمال وهو الأخطاء التي تحتاج تبيين خاصة إذا كان فيها فتنة للمسلمين تبينها لا يمنع أن تبين الأمرين عادي لكن أنت لأنك بدك تنتصر عليه أخوك المسلم حتى وهو يقصف وهو كذا فتنك تبين أنك بطل مع حزبك وجماعتك وتيارك مرض 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 ثم في المقابل الذي يريد أن يناقش وكذا فلا يكذب عليه ويشوهه ويقوله ما لم يقل بل يدخل عليه يشبه بعض الناس يعني دعنا أحكيها بكل صباح أنا من الناس المتهم أنا من جماعة كذا وجماعة كذا وأنا لست من هذا من قريب الأنبعين ثم ما الذي تفعلون إذا فعلتم الأمر بهذا الطريق يعني أنت سلم منك المنافقون الخلص وسلم منك الذين تخالفهم مع قضية بشكل واضح ثم أنا لم أسلم منك ما الذي تريده مني هو استغلال لهذه القضية بشكل مشكل قبيح متاجر قبيح ثم تجد مثلا بعض الجهمية في زماننا مسكوها لماذا يتخاذل الوحابية لماذا يتخاذل الوحابية مع القضية الفلسطينية وجعل الأمر الوحابية بل أحدهم في كلامه يقول هذه الأصول التي أخذوها من ابن تيمية كيف كيف قال لأن ابن تيمية علمهم أن الأصل هو قتال العدو الداخلي للمنافقين والمبتدع وكذا ولا عليك ولا شياطينك أنت تظن أنك عادل أنت تظن أنك تنص الحق وأنت تكذب صراحة شيخ الإسلام الذي جاهد مع الناس بل جاهد مع من يظن مبتدع ويعتقد أنهم مبتدع جاهد معهم الكفار ما عنده مشكلة ثم تجعل هذا والوحابي ثم هذا أحدهم يقول أنا لا أريد أن أتكلم عن أنظمة تدعي الوهابية ثم هو لا يأتي بأمثلة إلا من الأنظمة أنت ظالم أنت تعرف أن الوهابية لا يتسب يعني لبزة موهابية أو أنت تقصد وهابية إن شاء الله يكون وهابية ينتسبون إلى الوهاب سبحانه وتعالى يعبدونه على حق لكن الفكرة أنهم ليسوا طائفة واحدة طائف ومنهم وكذا ومنهم وكذا ولكن أنت هي الفكرة متاجرة في هذه القضية الآن وتقول للناس ما لم يقولوا وتحرف الكلام من بعد مواضعه بل حتى من أخضأ منهم لا تبين حتى موطن خطأ تبعه حقيقة لا فتحرف فيه فمثلا بعضهم كان عنده فتوى شاذة أو مشكلة طيب ما كان وجهها ومن نقد عليها لا هي جعلها خيانة وجهل وكذا متاجرة في القضية متاجرة ثم أقول لك من أيضا يتاجر في القضية عوام الناس كيف ذلك العام الذي لا يريد أن يسمع نصحا أو نقدا فالآن جاء أوانها كيف هؤلاء المشايخ اللي بيقولوا لك هذا حرام وينهم لا فيه فيه ناس اللي كانوا يقول لك هذا حرام وينهم يقولون فالذي تريده أن تعلوا عن النصيحة وتتكبر عليها ولك لا يقول لك أحد اتق الله أو لأنك تنزعج من أحد يقول لك اتق الله فالآن وجدت فرصة تتاجف القضية لتقول المغنية فلانة أحسن من أطول اللحية النصراني فلان أحسن من أكبر شيخ أنت عندك هوا أنت عندك هوا ضد الدين أصلا أو ضد الأمر المعروف أنه عن المنكر أو عندك مجون وفيسق معين تريد أن تفعله فأزعجك الأمرون بالمعروف أنه هنا عن المنكر فجاء الآن موطن أنك تقول آه هيا هيا شوف كيف المغنين تبعون أنه أحسن منك الرقاصين أحسن هذه متاجرة في القضية متاجرة في القضية أنت تحرف الأمر وتختزل بعض المواقف وبعض الأشياء هذا من ملايين أخي ومن السفاة ومن السذاجة أن الناس لما تسمع هذا لا تنتبه أنه هذه متاجرة هذا الذي أحاول أن أبينه أنه مشكلة أنك تسمع كلام الناس الذين يتاجرون في القضية بشكل مقرف الصحيح بل بعضهم أصبح أنا بالنسبة لي أعده بدرجة معينة هو استثمار للقضية وإن كان استثمار باطل وبالنسبة له استثمار يعني بعضهم لأنه يدعو للشركيات هو بسميها الاستغاثة بالأولياء والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا فوجدها فرصة أن الناس في حم العاطفة ويريدون أن تنتصر غزة وكذا فمدد يا رسول الله مش عارف إيش ويهيج الناس معه ويا حسين ويا علي بعضه فجاءت فرصة بالنسبة له استثمار ومرة أخرى هنا تأتي موضوع النسبي أنه هذا ما يعتقده وهذا ما يفعله لكن بالنسبة له طبعا هي متعجرة في القرية لأنه يريد أن يستخدمها وعظم عاد موقف الأزهر المشرف وطبعا الموضوع ليس الأزهر كمؤسسة ولا الموضوع الدين الموضوع أنه في مناكفة معينة بين الأزهر كمذهب عقدي ومع أهل الحديث والسلفية وكذا فهو الموضوع أنه ننتصر إلى الأزهر في أي طريق يعني لو كل مواقف الأزهر كانت مخزية من سكر ثمنا ولا من نحكي بس يطلع موقف شبه محترم بدنا نعظمه هيني هذا هيكي ثم من المتاجرة التي تحصل بين بين كثير من الأطراف المختلفة هي المزايدة بس المزايدة يعني فكرة أنه أنت مثلا في وضع مرتاح أنت تعيش في بلد أوروبي والأحد بلاد الأوروبي أصبحت في عالم اليوم برضو ليست كثير مرتاح لكن أنت تعيش مثلا في بلد مثلا في تركيا والتي تعيش في الكويت والتي تعيش في الأردن والتي تعيش في ماليزيا والتي تعيش في بلد يمكنك فيه الكلام نوعا ما الأردن فيه أه الأردن فيه مساحة حرية ماشي أمور بس أنا أقصد أنت تعيش في بلد يمكنك الكلام عن القضية الفلسطينية وتتكلم عن الجهاد وفتحه الحدود ومشعرف إيش براحتك تهكي ثم تزايد على إخوانك الذين لا يستطيعون أن تتكلموا بهذا الكلام اختلفوا معاك ما اختلفوا معاك مش هاي قضية الآن ممكن تكون أنت مبتدع ومبتدع ما ليش علاقة بس أنا الفكرة أنه هي يعني المتاجرة في القضية في المزايدة أولاء العلماء الذين لا يتكلمون الشيوخ الذين يسكتون يا أخي ما شو ديسام أنت عارف أنه هناك اللي بيحكي كلمة بنحط في السجن يعني وشو استفاد ولا أنت استفدت والأمة شو استفادت إذا أخوة وأراد هذا لكن أنت لو كنت مكان وكنت سكت أيضا أنت مش بطل لأنه في أمور تحصل في بلدك هل تستطيع أن تقول الحكم الشرعي الذي تعتقده في حاكم بلدك بعضكم هو بذاته عنده أحكام لا يقولها أحكام يعتقدها هو لأن بغض النظر أنا أوافقك ولا أخالفك مش هذا موضوع ولا أورد أن أناقش لكن أنت تجلس في بلد عندك أشياء لا تقول تقول يعني ليس المصلح من قوله طب هو عكيفك أنت المصالح بتكون عندك أنت عكيفك لكن عند الآخر ما في مصالح فتأتي من فرصة المزايدة هالذين لا يتكلمون لأن أفهم منك إذا أردت أن تعلق على من يخذل نعم أفهم هذا يعني أفهم أنه تعلق على من يخذل لكن من يسكت يأخذ رخصة عنده مشكلة يعني هذه مشكلة إحنا حتى لما كنا نتكلم عن الذين لا يتكلمون عن أهل البداع وعن المشركين وعن الشرك الذي ينتشر بين الناس والتجاههم الذي ينتشر بين الناس جهارا نهارا وفي المؤسسات التعليمية وكذا لم يكون لدينا لم يكون لدينا مشكلة في أنه إذا وجدت رخصة أنك تسكت بس على الأقل اعتقنا يعني لا تخذل عننا فالفكرة يعني لا تخذلنا لا تخذلنا الفكرة أنه هذا أيضا نوع من المتاجرة لمنتجرة حاليا أيضا وأبطالها أنا خلينا أحكيها بشكل واضح أبطالها سكان البلاد اللي أنا ذكرتها تركيا الأردن السعودية ممكن مصر بدرجة معين لأنه القضية هذه بالذات في مصر يعني ماشي أمورها لكن أنت تزيد على بلاد أنت تعرف أنه هو الأحد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لو قالها بطريقة توحي أنه من جماعة الولاء والبراء يعني هكذا لو قالها لو قال لو قال لا إله إلا الله وشرحها بهذه الطريقة مثلا لو قال لا إله إلا الله إيمانا بالله وكفرا بالطاغوت مجرد أنه قال بهذه الطريقة هذه عليه على نقطة حمرة كبيرة مع أنها بلاد التوحيد يعني فأنت ركز يا أبو الشباب بارك الله فيك ركز فينبغي للمسلم إذا أن يسمع المزايدات من الناس على بعضهم والبعض والمتاجرات في هذه القضية أن يحكم عقله وما يعرفه هو يسأل أهل الألم ولا يؤخذ ولا يجر لهذه المساحات يعني بعض الناس أصبح مزعج لدرجة مقرفة يعني هو كإنسان عامي جاهل لا يعرف لكن هو لأنه انضحك عليه من هذه المزايدات ومن هذه أصبح هو كشخص مثل الذبابة يعني هو مزعج هو مثلا بيكون فايت على اليوتيوب بيكون فايت زي باقي التافيين في الحياة فهو تافه وحياته تفاهة ويعني بس خلص على اليوتيوب وليع التكتوك وكذا وبيتفرج من تفاهة لتفاهة أو أحيانا من خبر لخبر ثم بعد الخبر تفاهة ثم وهو يقلب ما بين الأخبار والتفاهات أنا ذكرت هذا في مقطع لواحده موضوع الأخبار وأهمية الأخبار وكيف الموازنة لكن أحيانا متابعة الأخبار لوحدها برضو أحيانا تكون تفاهة فهو لا يتنقل بين الأخبار الحقيقية والتفاهة فإذا وجد مثلا إنسان يتكلم في درس فقه يدخل عليه يكتف في التعليقات تشغلوننا عساس شو أنت أنت كنت على الثغر أنت كنت واقف على ثغور ثغور فلسطين على الحدود ونحن وقفناك جبناك قلت عليك تعالى حضر درس فقه يرى شخص يتكلم عن أمور نفسية أو عن أمور تربوية يدخل عليه أنتم أين والعالم أين نحن في قضية ومعركة كبرى وأنتم على أساس أنت جبتم من الخندق وحطيته ربطته وقلت له حضر الفيديو وليه يدخل عليه إنسان يتكلم في العقيدة تفرقون الأمة تقول هو كائن في الصف وكان طالع مع حزب الله ويجاهد ونحن قلناه تعال جاء لا لا تذهب تجير تالله عشان نخاف وحافظ عن توحيدك لنعلمك توحيدك وانت قاعد ما انت قاعد على الفرشة قاعد نايم انت قاعد ما بتسوي شيء في الحياة انت قاعد انت إنسان يعني كثير من الناس تربي يلعب دوره ليس دوره هو إنسان خارج السياق يعني هو متفرج بس معلق مثل متفرج هذا يحصل فيك إذا كنت أولا ليس عندك فقه لنفسك لا تعرف نفسك ولا تراقبها ثم أنت تخدع فيما يحصل وفي المزايدات التي تتحصل بين التيارات والأحزاب المختلفة وانت زيل مثل الريشة إذا الريح مالت مال حيث تميله في مهب الريح الذي يقول كذا والذي يشوه الشخص الثاني كذا وانت بتغرق معه مثل لا المؤمن كيس فطن عاقل المؤمن كيس فطن ما بينضحك عليه بسهولة ما بيكون هبيله بيكون يعقل يعلم ما يفعل وينصر الحق بما يستطيع ويتبع الحق إنما كان وحتى لو كان إنسان عنده خطأ ليس معناء أن يسقط بالكلية إنسان أخطأ إنسان تاجر خلينا نحك إنسان كذلك طبعا عنده خطأ بكذا يتبين خطأ مش لأنه صاحبك كل حبيبك كل شيخك كل ولا واحد يتحبه يعني صار معصوم ولا إن إن كرهته صار يعني كل ما يقول به باطل فقط أحببت أن ننبه على هذا الموضوع مع معرفتي أن هذه طبيعة البشر وهذا من فقه المخلوقية الذين عرفوا أن الناس بطبيعة الحال كل منهم سينصر مذهبه ورأيه وهواه حتى ولكن ما ندعو إليه أن ينتبه الإنسان عندما يشاهد إنسان يستغل الموقف أو يستثمر الموقف لرأيه أو لهواه أو لمذهبه أن لا تنحرف بوصلة الإنسان المشاهد أنا شايف إنسان يستخدم القضية استخدام عين تمام فأعرف الوقاع وأعرف ما الذي يحصل لكي أكون على وعي بما يحصل هذا فأقبل الحق وأرفض الباطل ولا أخذ فقط بالعاطفة وبالشتائي تمام هذه الفكرة والله تعالى أعلى وأعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم اشتركوا في القناة